بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبعه داه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس التاسع عشر من دروس تفسير سورة طاها للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الخامسة والثمانين وما بعدها إلى الآية الحادية والتسعين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وقد وقفنا عند المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري حيث يقول المسألة الثانية المراد بالقوم هاهنا هم الذين خلفهم موسى عليه السلام مع هارون عليه السلام على ساحل البحر وكانوا ستمائة ألف افتتنوا بالعجل غير ثني عشر ألفا المسألة الثالثة قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية سعيد بن جبير كان السامري علجا من أهل كرمان وقع إلى مصر وكان من قوم يعبدون البقر والذي عليه الأكثرون أنه كان من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة قال الزجاج وهم إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين وقسم منهم لا يزال يعيش في مدينة نابلس قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بل كان رجلا من القبط جارا لموسى عليه السلام وقد آمن به المسألة الرابعة روي في القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة أقاموا بعد مفارقة موسى عليه السلام عشرين ليلة وحسبوها أربعين مع أيامها وقالوا قد أكملنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله عز وجل لموسى عليه السلام عند مقدمه فإنا قد فتنا قومك من بعدك من وجهين الأول أنه تعالى أخبر عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة الكائنة على عادته عز وجل الثاني أن السامرية شرع في تدبير الأمر لما غاب موسى عليه السلام وعزم على إضلالهم حال مفارقة موسى عليه السلام وكأنه قدر الفتنة موجودة المسألة الخامسة إنما رجع موسى عليه السلام بعد مستوفى الأربعين ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة المسألة السادسة ذكروا في الأسف وجوها أحدها أنه شدة الغضب وعلى هذا التقدير لا يلزم التكرار لأن قوله تعالى غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفا يفيد كماله وثانيها قال الأكثرون حزنا وجزعا يقال أسفا يأسف أسفا إذا حزن فهو آسف وثالثها قال قوم الآسف المغطاض وفرقوا بين الاغتياض والغضب بأن الله تعالى لا يوصف بالغيظ ويوصف بالغضب من حيث كان الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغطاض وذلك لا يصح إلا على الأجسام كالضحك والبكاء ثم إن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه عاتبهم بعد رجوعه إليهم قالت المعتزلة وهذا يدل على أنه ليس المراد من قوله تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك أنه تعالى خلق الكفر فيهم وإلا لما عاتبهم بل يجب أن يعاتب الله تعالى قال الأصحاب وقد فعل موسى عليه السلام فعلى ذلك بقوله في سورة الأعراف إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء لن قال الأصحاب قد فعل موسى عليه السلام ذلك أي عاتب ربه عز وجل بقوله إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ومجموع تلك المعاتبات أمور أحدها قوله يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وفيه سؤالان السؤال الأول قوله ألم يعدكم ربكم هذا الكلام إنما يتوجه عليهم لو كانوا معترفين بإله آخر سوى العجل أما لما اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا هذا إلهكم وإله موسى كيف يتوجه عليهم هذا الكلام والجواب أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم عبدوا العجل على التأويل الذي يذكره عبدة الأصنام وهو قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا السؤال الثاني ما المراد بذلك الوعد الحسن والجواب ذكروا وجوها أحدها أن المراد ما وعدهم الله عز وجل من إنزال التوراة عليهم ليقفوا على الشرائع والأحكام ويحصل لهم بسبب ذلك مزية فيما بين الناس وهو الذي ذكره الله تعالى فيما تقدم من قوله وواعدناكم جانب الطور الأيمن وثانيها أن الوعد الحسن هو الوعد الصدق بالثواب على الطاعات وثالثها الوعد هو العهد وهو قول مجاهد وذلك العهد هو قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والدليل على أن المراد بالعهد هو العهد قوله بعد ذلك أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فكأنه قال أفنسيتم ذلك الذي قال الله لكم ولا تطغوا فيه ورابعها الوعد الحسن هاهنا يحتمل أن يكون وعدا حسنا في منافع الدين وأن يكون في منافع الدنيا أما منافع الدين فهو الوعد بإنزال الكتاب الشريف الهادي إلى الشرائع والأحكام والوعد بحصول الثواب العظيم في الآخرة وأما منافع الدنيا فهو أنه تعالى قبل إهلاك فرعون كان قد وعدهم أرضهم وديارهم وقد فعل ذلك قال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ثم قال موسى عليه السلام أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فالمراد أفنسيتم ذلك العهد أم تعمدتم المعصية واعلم أن طول العهد يحتمل أمورا أحدها أفطال عليكم العهد بنعم الله تعالى من إن جائه إياكم من فرعون وغير ذلك من النعم المعدودة المذكورة في أوائل سورة البقرة وهذا كقوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم في سورة الحديد وثانيها يروى أنهم عرفوا أن الأجل أربعون ليلة فجعلوا كل يوم بإزاء ليلة وردوه إلى عشرين قال القاضي هذا ركيك لأن ذلك لا يكاد يشتبه على أحد وثالثها أن موسى عليه السلام وعدهم ثلاثين ليلة فلما زاد الله تعالى فيها عشرة أخرى كان ذلك طول العهد يشير الإمام إلى قوله تعالى في سورة الأعراف ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وأما قوله أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فهذا لا يمكن إجراؤه على الظاهر لأن أحدا لا يريد ذلك ولكن المعصية لما كانت توجب ذلك ومريد السبب مريد للمسبب بالعرض صح هذا الكلام واحتج العلماء بذلك على أن الغضب من صفات الأفعال لا من صفات الذات لأن صفة ذات الله تعالى لا تنزل في شيء من الأجسام وأما قوله فأخلفتم موعدي فهذا يدل على موعد كان منه عليه السلام مع القوم وفيه وجهان أحدهما أن المراد ما وعدوه من اللحاق به والمجيء على أثره والثاني ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى أن يرجع إليهم من الطور فعند هذا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا وفي أن قائل هذا الجواب من هو وجهان الأول أنهم الذين لم يعبدوا العجل فكأنهم قالوا إنا ما أخلفنا موعدك بملكنا أي بأمر كنا نملكه وقد يضيف الرجل فعل قريبه إلى نفسه كقوله تعالى وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ وقوله وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ لِذَلِكَ آبَاءَهُمْ لَهُمْ وإن كان الفاعل لذلك آباءهم لاهم فكأنهم قالوا الشبهة قويت على عبدة العجل فلم نقدر على منعهم عنه ولم نقدر أيضا على مفارقتهم لأننا خفنا أن يصير ذلك سببا لوقوع التفرقة وزيادة الفتنة الوجه الثاني أن هذا قول عبدة العجل والمراد أن غيرنا أوقع الشبهة في قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب ومخلف الوعد هو الذي أوقع الشبهة فإنه كان كالمالك لنا فإن قيل كيف يعقل رجوع قريب من ستمائة ألف إنسان من العقلاء المكلفين عن الدين الحق دفعة واحدة إلى عبادة العجل التي يعرف فسادها بالضرورة ثم إن مثل هذا الجمع لما فارقوا الدين وأظهروا الكفر فكيف يعقل رجوعهم دفعة واحدة عن ذلك الدين الباطل بسبب رجوع موسى عليه السلام وحده إليهم قلنا هذا غير ممتنع في حق البله من الناس واعلم أن في قوله بملكنا ثلاث قراءات قرأ حمزة والكسائي بضم الميم ونافع وعاصم بفتح الميم وأبو عمر وابن عامر وابن كثير بالكسر أما الكسر والفتح فهما واحد وهما لغتان مثل رطل ورطل وأما الضم فهو السلطان ثم إن القوم فسروا ذلك العذر المجمل فقالوا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم قرأ حمزة والكسائي وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر حملنا مخففة من الحمل وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم حملنا مشددة فمن قرأ بالتخفيف فمعناه حملنا مع أنفسنا ما كنا استعرناه من القوم ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه أحدها أن موسى عليه السلام حملهم على ذلك أي أمرهم باستعارة الحلي والخروج بها فكأنه ألزمهم ذلك وثانيها جعلنا كالضامن لها إلى أن نؤديها إلى حيث يأمرنا الله تعالى وثالثها أن الله تعالى حملهم ذلك على معنى أنه ألزمهم فيه حكم المغنم وأما الأوزار فهي الأثقال ومن ذلك سمي الذنب وزرا لأنه ثقل ثم فيه احتمالات أحدها أنها لكثرتها كانت أثقالا وثانيها أن المغانم كانت محرمة عليهم فكان يجب عليهم حفظها من غير فائدة فكانت أثقالا وثالثها المراد بالأوزار المراد بالأوزار الآثام والمعنى حملنا آثاما أو حملنا آثاما روي في الخبر أن هارون عليه السلام قال إنها نجسة فتطهروا منها وقال السامري إن موسى عليه السلام إنما احتبس عقوبة بالحلي فيجوز أن يكونوا أرادوا هذا القول وقد يقول الإنسان للشيء الذي يلزمه رده هذا كله إثم وذنب ورابعها أن ذلك الحلية كان القبط يتزينون بها في مجامع لهم يجري فيها الكفر فلا جرم أنها وصفت بكونها أوزارة كما يقال مثله في آلات المعاصي وأما قولهم فقذفناها فذكروا فيه وجوها في أنهم أين قذفوها الوجه الأول قذفوها في حفرة كان هارون عليه السلام أمرهم بجمع الحلي فيها انتظارا لعودة موسى عليه السلام والوجه الثاني قذفوها في موضع أمرهم السامري بذلك والوجه الثالث في موضع جمع فيه النار ثم قالوا فكذلك ألقى السامري أي فعل السامري مثل ما فعلنا وأما قوله فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فاختلفوا في أنه هل كان ذلك الجسد حيا أم لا فالقول الأول لا لم يكن حيا لأنه لا يجوز إظهار خرق العادة على يد الضال بل السامري صور صورة على شكل العجل وجعل فيها منافذ ومخارق بحيث تدخل فيها الرياح فيخرج صوت يشبه صوت العجل والقول الثاني أنه صار حيا وخار كما يخور العجل واحتجوا عليه بوجوه أحدها قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول ولو لم يصر حيا لما بقي لهذا الكلام فائدة وثانيها أنه تعالى سماه عجلا والعجل حقيقة في الحيوان وسماه جسدا وهو إنما يتناول الحي وثالثها أثبت له الخوار وأجابوا عن حجة الأولين بأن ظهور خوارق العادة على يد مدعي الإلهية جائز لأنه لا يحصل للتباس وها هنا كذلك فوجب أن لا يمتنع وروا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هارون عليه السلام مر بالسامري وهو يصنع العجل فقال ما تصنع؟ قال أصنع ما ينفع ولا يضر فادع لي فقال هارون عليه السلام اللهم أعطه ما سأل فلما مضى هارون قال السامري اللهم إني أسألك أن يخور فخار وعلى هذا التقدير يكون ذلك معجزا للنبي وهو هارون عليه السلام وأما قوله فقالوا هذا إلهكم وإله موسى ففيه إشكال وهو أن القوم إن كانوا في الجهالة بحيث اعتقدوا أن ذلك العجل المعمول في تلك الساعة هو الخالق للسماوات والأرض فهم مجانين وليسوا بمكلفين إن اعتقدوا ذلك فهم مجانين وليسوا بمكلفين ومثل هذا الجنون على مثل ذلك الجمع العظيم محال وإن لم يعتقدوا ذلك فكيف قالوا هذا إلهكم وإله موسى وجوابه لعلهم كانوا من الحلولية فجوزوا حلول الإله أو حلول صفة من صفاته في ذلك الجسم وإن كان ذلك أيضا في غاية البعد لأن ظهور الخوار لا يناسب الإلهية ولكن لعل القوم كانوا في نهاية البلادة والجلافة وأما قوله فنسي ففيه وجوه الأول أنه كلام الله تعالى كأنه أخبر عن السامري أنه نسي الاستدلال على حدوث الأجسام وأن الإله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء ثم إنه سبحانه بيّن المعنى الذي يجب الاستدلال به وهو قوله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا أي ألم يخطر ببالهم أن من لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع لا يكون إلها ولا يكون للإله تعلق به في الحالية والمحلية الوجه الثاني أن هذا قول السامري وصف به موسى عليه السلام والمعنى أن هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى عليه السلام أن هذا هو الإله فذهب يطلبه في موضع آخر وهو قول الأكثرين الوجه الثالث فنسي وقت الموعد في الرجوع وأما قوله أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا فهذا استدلال على عدم إلهيتها بأنها لا تتكلم ولا تنفع ولا تضر وهذا يدل على أن الإله لابد وأن يكون موصوفا بهذه الصفات وهو كقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وإن موسى عليه السلام في أكثر الأمر لا يعول إلا على دلائل إبراهيم عليه السلام بقي هاهنا بحثان البحث الأول قال الزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لا يرجع وهذا كقوله وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا بمعنى أنه لا تكونه وقرئ أن لا يرجع بالنصب أيضا على أن أن هذه هي الناصبة للأفعال وقرئ أن لا يرجع بالنصب أيضا على أن أن هذه هي الناصبة للأفعال ثم قال الزجاج والاختيار ما رأيت وعلمت وظننت أن لا يفعله تقول رأيت أن لا يفعله وعلمت أن لا يفعله في معنى قد علمت أنه لا يفعله واستدل بقوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا البحث الثاني هذه الآية تدل على وجوب النظر في معرفة الله تعالى وقال عز وجل في آية أخرى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا وهو قريب في المعنى من قوله في ذم الأصنام في سورة الأعراف ألهم أرجل يمشون بها والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلها لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة ففوات واحد منها يقتضي فوات المشروط ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الثالث قال بعض اليهود لعلي رضي الله عنه ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فقال رضي الله عنه إنما اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه وأنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ثم قال تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى يقول الإمام اعلم أن هارون عليه السلام إنما قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخلق أما شفقته على نفسه فلأنه كان مأمورا من عند الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان مأمورا من عند أخيه موسى عليه السلام بقوله أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فلو لم يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان مخالفا لأمر الله تعالى ولأمر موسى عليه السلام وذلك لا يجوز أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك أربعين ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارهم فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار فقال إنهم لم يغضبوا لغضبي وقال ثابت البناني قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله في شيء ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم وعن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال أبو علي الحسن الغوري كنت في بعض المواضع فرأيت زورقا فيها دنان مكتوب عليها لطيف فقلت للملاح أيش هذا فقال أنت صوفي فضولي وهذه خمور المعتضد فقلت له أعطني ذلك المدرى فقال لغلامه أعطه حتى نبصر أيش يعمل فأخذت المدرى وصعدت الزورقا فكنت أكسر دنان دنان والملاح يصيح حتى بقي واحد فأمسكت فجاء صاحب السفينة فأخذني وحملني إلى المعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره علي قال من أنت قلت المحتسب قال من ولاك الحسبة قلت الذي ولاك الخلافة قال لما كسرت هذه الدنان قلت شفقة عليك إذا لم تصل يدي إلى دفع مكروه عنك قال فلما أبقيت هذا الواحد قلت إني لما كسرت هذه الدنان فإني إنما كسرتها حمية في دين الله فلما وصلت إلى هذا أعجبت فأمسكت ولو بقيت كما كنت لكسرته فقال أخرج يا شيخ فقد وليتك الحسبة فقلت كنت أفعله لله تعالى فقلت كنت أفعله لله تعالى فلا أحب أن أكون شرطيا وأما الشفقة على المسلمين فلأن الإنسان يجب أن يكون رقيق القلب مشفقا على أبناء جنسه وأي شفقة أعظم من أن يرى جمعا يتهافتون على النار فيمنعهم منها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أطلب الفضل عند الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم فإني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها في القاسية قلوبهم فإن فيهم غضبي وعن عبد الله بن أبي أوفى قال خرجت أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما معه فجاء صغير فبكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ضم الصبي إليك فإنه ضال فأخذه عمر رضي الله عنه فإذا امرأة تولول كاشفة رأسها جزعا على ابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك المرأة فناداها فجاءت فأخذت ولدها وجعلت تبكي والصبي في حجرها فالتفتت فرأت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيت فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك أترون هذه رحيمة بولدها قالوا يا رسول الله كفى بهذه رحمة فقال والذي نفسي بيده إن الله أرحم بالمؤمنين من هذه بولدها ويروى أنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه رضي الله عنهم إذ نظر إلى شاب على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فسمع الشاب ذلك فولى فقال إلهي وسيدي هذا رسولك يشهد علي بأني من أهل النار وأنا أعلم أنه صادق فإذا كان الأمر كذلك فأسألك أن تجعلني فداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتشعل النار بيه حتى تبر بيمينه ولا تشعل النار بأحد آخر فهبط جبريل عليه السلام وقال يا محمد بشر الشاب بأني قد أنقذته من النار بتصديقه لك وفدائه أمتك بنفسه وشفقته على الخلق إذا ثبت ذلك فاعلم أن الأمر بالمعروف والشفقة على المسلمين واجب ثم إن هارون عليه السلام رأى القوم متهافتين على النار ولم يبال بكفرتهم ولا بقوتهم بل صرح بالحق فقال يا قوم إنما فتنتم به صرح أو صدح بالحق فقال يا قوم إنما فتنتم به إلى آخر الآية وها هنا دقيقة وهي أن الرافضة تمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى ثم إن هارون عليه السلام ما منعته التقية في مثل هذا الجمع بل صعد المنبر وصدح بالحق ودع الناس إلى متابعة نفسه والمنع من متابعة غيره فلو كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الخطأ لكان يجب على علي رضي الله عنه أن يفعل ما فعله هارون عليه السلام وأن يصعد على المنبر من غير تقية وخوف وأن يقول فاتبعوني وأطيعوا أمري فلما لم يفعل علي ذلك علمنا أن الأمة كانوا على الصواب واعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه لأنه عليه السلام زجرهم عن الباطل أولا بقوله إنما فتنتم به ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانيا بقوله وإن ربكم الرحمن ثم دعاهم ثالثا إلى معرفة النبوة بقوله فاتبعوني ثم دعاهم رابعا إلى الشرائع بقوله وأطيعوا أمري وهذا هو الترتيب الجيد لأنه لا بد قبل كل شيء من إماطة الأذى عن الطريق وهو إزالة الشبهات ثم معرفة الله تعالى وهي الأصل ثم معرفة النبوة ثم معرفة الشريعة فثبت أن هذا الترتيب على أحسن الوجوه وإنما قال وإن ربكم الرحمن فخص هذا الموضع باسم الرحمن بأنه كان ينبئهم بأنهم متى تابوا قبل الله تعالى توبتهم لأنه عز وجل هو الرحمن الرحيم ومن رحمته أن خلصهم من آفات فرعون ثم إنهم لجهلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن في الاستدلال بالتقليد والجحود قابلوه بالتقليد والجحود فقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى كأنهم قالوا لا نقبل حجتك ولكن نقبل قول موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك كأنهم قالوا لا نقبل حجتك ولكن نقبل قول موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الحادية والتسعين ونقف عند الآية الثانية والتسعين والثالثة والتسعين وهما قوله تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هاتين الآيتين وما بعدهما في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين